ديتوكس يعني ايه؟ يعني انا بشيل منه كل الشوارد الحرة النتجة عن التلوث وعن العصبية وعن الدواء وعن السترس اللي هي اخر حاجة ليها اخر رفليه ليها ايه؟ ان الجلد بتاعنا يا بقى كلمة ديتوكس اللي احنا بنعملها دي بفضل الله سواء بالاكل وبالشربة وبحقن الجلوتاسيون وبأعشاب معينة بديها دي بس عشاب كبسولات مش عشاب طبية بفضل الله دي الحاجات دي اللي بكتبها دي بتعمل ايه؟ بتشيل سموم الجسم فبالتالي لما اجي اعمل لها اي رتوش او هي تعمل اي رتوش على البشرة هتجيب نتيجة لكن الناس فهمها مش فهموا النقطة دي اعملي ديتوكس لجسمك هتقولي لي يا دكتورة اعمل الديتوكس ازاي؟ فيه ديتوكس مع طبيب وفيه ديتوكس تعملي لوحدك الديتوكس اللي تعملي لوحدك ده اسلوب حياة يعني هيجيب لك نتيجة اثنين تلاتة اربعة شهور خمس شهور بس ما تزوديش لكن الناس اللي وقع اللي هم بياخدوا ادوية كتير اللي هم عصبيين قوي اللي هم بينسوا اللي هم غمقوا اللي هم مش حاسين بقوة لأ يبقى انا لازم تروحي عشان بفضل الله اكتب لك الكورس المعين اللي بيها اشفط اثار الاكسادة فلما تيجي تاخدي الحاجات الطبيعية من اهم الحاجات اللي هتشيل الاكسادة اللي موجودة في الجسم في الاكلة عندنا ان احنا دايما يا جماعة نخلي جسمنا ناحية القلوي ومش الحمضي انا قلت اعمل كده دي بص واحدة تيجي تقولي يا دكتور انا ما فهم قلوي وحمضي دي تقول لنا ناكل ايه خلاص لما نيجي ناكل اولا اللحوم بتحسس بالهمدين طيب انا اكل مع اللحوم ايه اعملي يا كباية لمون يا كباية طماطو ايه المشروب اللي انا اخده على طول اولا عصير التفاح التفاح الكرفس السبانخ الجزر التفاح والعصير بتاعه طبعا كرفس يعني انا دلوقتي ممكن اكل اكلة يا وراها معها لمون يا معها برتقان دكتورة انت بتقولي انك عايزكي قالوي ازاي ده برتقان واللمون ده حمضي حمضي يتحول الى قالوي فنالكيش دعم لما اجي اكل انا عندي مثلا واحدة تقولك مثلا اصليحنا ده خبا على رمضان بقى واللحمة والبط والحاجات اللي احنا بنكلها دي نعمل ايه علشان نشيلها علشان ما تقوميش من عالصفرة مش قادرة تقومي هل في حاجات بقى قبل مشروبات قبل الاكل قبل ما ندخل على الاكل الوليمة قبل احنا لازم اقولها ننبه المعدة الحاجة اللي بقولها ان احنا لازم مع الوجبة دي الدسمة كرز وككذا لازم يكون معنا بفضل الله يا لمون يا تماطم عصير تماطم يا عصير لمون يا عصير تفاح يا عصير جزر يا كرفس وبقدون عايزة مشروب السبانخ والكرفس وناصر عليه لمون ده تبقى حاجة يومية عند اي ست عايزة تتمتع بالصحة الجيدة يعمل ايه اولا بيحول يعني بيعدل المناخ بتاع الدم فبيخلي الدم بتاعك نفسه مناخه غير قابل للجرسيم غير قابل انه هو يلقط الامراض فانتي هتعملي ايه انتي دلوقتي بتحفظي على الدم من جوه انه هو يكون غير قابل انه يلقط امراض يعني ايه يلقط امراض يعني انا مثلا دلوقتي واحدة قاعدين في مكان واحدة عندها تقولك كالنا نفس الاكلة الدجرة اللي هتسمى مدلقة قاعدين في نفس المكان دلقت او رحوا يعملوا عمرة دلقت الفلوانزة الخنازير واللي معاف نفس القده ملقتش طيب يا جماعة منعته اعلى اللي لقت بالزبط اللي لقت الفلوانزة الخنازير ده ممكن يكون صحيا اللي من بره احسن من التاني لكن ايه اللي بيحصل له بيحصل ان الناس مش شايفة الفري راديكالس الشوارد الحرة الناس بتقول انه هو اللي واقف كويس اللي عنده صحة ده صحيته حلوة انت مش عارف ايه جوه ايه علامة ان انت منعتك وحشة وان انت دمك حمضي مش قلوي ان انت بتلقط الفيروس بسرعة ان انت بتحس بالانهاج بسرعة انك انت حاسس انك كبرت نعملها ازاي اكل او طبيب مش او في مراحل لازم نخش لها بطبيب وفي مراحل لازم نبتج بالاكل نمشي باع بالاكل يعني هاديك المثال انا عايزة مثلا نعود بدل ما احنا نقول للاولاد مثلا احنا كوباية اللي هو الكولة دي اه اي الحاجات البداع دي اه خلاص لا زي ما هجيب لك الوجبة اللي انت عايزة زي ما هديك اللي انت عايزة وما خرج هتشرب لي الكوباية دي اول مرة هيقول لك بطني بتوجعني تاني مرة هيقول لك كرحتها وحشة تالت مرة هيقول لك هرجع رابع مرة هيتعود عليها هيتعود عليها يبقى كل واحدة بفضل الله هتجيب شوية سبانك مع شوية كرفس هتضربهم وتروح عصر عليهم لوون وتروح شرباهم زيئة هتحط الجزر على برتقاط زيئة هتشرب تفاح وتاكل تفاح يبقى اي وجبة تقيلة لازم نخلي وراها الحاجات دي طب انا بشكل وجبة تقيلة برضو اشرب من الحاجات دي ليه علشان دايما تخلي دمك ناحية الصحة مش ناحية المرض تمام